بخطوات واثقة تستعيد ماضي الدولة الواحدة وتستشرف مستقبل افضل للبلدين بدأت محلية السلام بولاية النيل الابيض السودانية زيارة هي الاولى من نوعها الى ودكونة بجنوب السودان وتزعى الزيارة الى تعزيز عرى التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان بعد فترات متقطعة من التوتر الذي شاب العلاقات بينهما عاقب انفصال الدولة الوليدة ويزعى الطرفان الوصول الى تفاهمات في عدة من القضايا التي تهم المنطقتين كالمرأي والتبادل التجاري والجوار الامن طرغنا الى القضايا المهمة التي تهم الحدود بصورة عامة وكذلك الشعبين من اجل العمل الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي والسلم الاجتماعي في هذه المناطق وكذلك امننا على ضرورة الامن في هذه الحدود وكذلك على التبادل المشتركة للزيارات والغيادات في الولايتين والتدريب حقيقة والخبرات المشتركة برضو حقيقة يتم الاستعانة بها على مستوى الولايتين وبهدف تمتين اواصل التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان دخل الجانبان في اجتماعات مكثفة بضاحية الكويك الجنوب السودانية من اجل تعزيز سبل التعايش السلمي وتحويل الشريط الحدودي بين البلدين الى مناطق الاتكابل الاقتصادي بما يحقق المنافع المشتركة نحن نحافظ على علاقة حدودية بيننا وبين اخواننا الشماليين انهنا كان فقدناه زمن الحرب وما كان لدينا قدرة عشان واحد يرسل رسالة فانهنا جايين الان لاخونا جزولي عشان يسهل معنا الامور الان الوضع معقدة في بعض من الاخوان هم عقدوا الامور والعان انهنا دارين نزيل كلام البطل لان انهنا دارين نحافظ على حق بتاعة الشاب الاجتماعات التي عقدها الجانبان خرجت بتعهدات الطرفين بناء جسور للتعاون الثنائي بما يغضي الى توفير الملاذ الامن والعيش الكريم للقاطنين على الحدود بين البلدين وبحسب قيادات اهلية فان الزيارة ترسيد عائم للامن والاستقرار للعائدين واللاجئين في كل البلدين على حد سواء الرعاة ديل بحيث ان الناس يعني تتعاون معهم وتخفف عليهم لانهم هم رعاة وهم 80% الان موجودين عليهم في انه يشرب الماء ويأكلوا الكلة ويتفعوا الرسوم بتاعتهم ويأمنوهم لانه نحن الامان ده فوق كل شيء ونحن الان ان شاء الله هنكون جسد واحد وحاجة واحدة ويتوقع مراقبون اي ساهم الاتفاق الذي خرج به الجانبان في تعزيز قيام التعايش السلمي والوصول الى التكامل اقتصادي بناء رغم التوتر الذي شاباء العلاقات بين الخرطوم وجباء في فترات ماضية الا ان زيارة وفد محلية السلام الى مغاطعة والدكونة بجنوب السودان قد تفتح صفحة جديدة في كتاب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الصعود صديق سيد البشير الشروق والدكونة جنوب السودان اشتركوا في القناة